استفدت من هذه الرحلة ومن هذه الإقامة وما رأيت منكم إلا القرم وإن شاء الله سأنكذ في هذا البلد أيضا ثلاثة أسابيع وإن شاء الله هي رحلة أرجو الله أن يباري فيها كما أرجو أن يباري في هذه المحاورة اليوم بإذن الله تعالى وهذا اللقاء المبارك أرجو أن يباري في هذه المحاورة اليوم أن يدخل لأي أرجو أن تكون بالتدكرة This is about bringing the hearts of Muslims together. I want to look at this topic in the light of Surat Quraysh which we'll speak about in a few minutes and to emphasize the fact that the ability to love people and to be wise with people to be subtle in with them and to bring hearts together this is a great barakah this is one of the greatest barakahs of all and one of the secrets of that barakah is the love of the Sahaba Ridwan Allahi Aleyhim and the love of Ahlul Bayt these two things together which are taken from the companionship of the awliya and especially those awliya who are connected with our Shaykh Al-Qutb Al-Ghawuf Abdul Qadir Al-Jilani bringing hearts together getting people to live together in harmony is the most noble type of building the most noble type of construction dividing people putting people against each other is destruction and it is one of the worst forms of destruction and it is one of the most noble type of building I'm talking to the Arabian okay 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 إن التأليف بين القلوب وجمع الناس على كلمة واحدة من باب البناء والإنشاء وإنه من أكبر أنواع البناء بركة وعظمة وإن التفرق بين القلوب وجمع العداوات بين الناس من الدمار وهو من ألعن أنواع الدمار موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 يعني قلنا إن التأليف بين القلوب هو من باب البناء وإن التفرق بين القلوب فإنه من باب الدمار والدمار أيسر من البناء وإيجاد الفوضى أيسر من وضع النظام وأن نأخذ الحياة أيسر من أن نحيي النفوس وأن نعطي الحياة ولا شك إن ذلك العمل الكبير الذي هو التأليف بين القلوب وبناء الجماعات والمجتمعات والدول القوية فذلك من عمل الله تعالى ومن عمل أولياء الله ردوان الله عليهم وهو عمل شاق مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته في سبيل ذلك لكن فيه كل الخير وأما التفرقة وبث الفوضى والقضاء على النظام فإنه أمر يسير هو عمل شيطاني لا خير فيه ولا بركة وربما يتم في يوم وليلة وربما يتم بقيل مقال أو بإشارة أو بعمل سيء من بعض الناس أو من بعض الجماعات يعني اتبعوا وسلم أخبرنا هذه الحالة قد تعليم تعالى فيما أخبرنا ولم يمكن الفتار أخبرنا ولم يتم فيه تحديث أخبرنا قد تعالى اتبعوا ترجمة نانسي قنقر 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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ترجمة نانسي قنقر 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 وجعل الجمع بين الناس وبث المحبة بين الناس والأخوة أصلا من أصول الدين فقال عز وجل أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وقالوا في التفسير لا تفرقوا في أصوله فإن الناس دائما يختلفون في الفروع فمثلا كون نقبض في الصلاة أو نسدل في الصلاة هذا فرع من فروع الدين ليس مهما لا نختلف في ذلك لكن كوننا نصلي هذا طبعا أصل لا نختلف في ذلك ولا نتفرقوا فيه فقال أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وقال عز من قائل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا علاقة بينك وبينهم ولا بينهم وبينك إنما أمرهم وأمرهم عملهم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ثم ينبئهم يوم القيامة بالحقيقة التي كانوا مغروهين فيها بحقيقة عملهم يوم القيامة but even in the fact that Muslims who believe strongly in what we believe in were able to protect minorities christians and jews and magians and to allow them to live in toleration under their rule إن من عظمةهم ومن مشاهد ذلك في تاريخ أن الإسلام جمع بين الأسود والأبيض والإفريقي والآسوي والأوروبي والعربي والعجمي والأمريكي وغير الأمريكي نجد هذا الدين في كل قارة من قارات العالم هذه قدرة كامنة في هذا الدين وشيء عجيب ولا ينازعه في ذلك دين وهو علامة على كمال هذا الدين وكمال هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه وفي تاريخ المسلمين نجد أن المسلمين لم يفوزوا فقط في كونهم جمعوا بين مختلف الشعوب والقبائل والأجناس ولكن أيضا أنهم جمعوا بين الفرق والأديان وحموهم من أهل الذمة وجعلوا لهم مجالا من التسامح يعيشون فيه ويتمتعون فيه كل ذلك من سر بركة التأليف بين القلوب وقلبوا إلى الفرق ، ولم يتم دعونا في المسلمات كانت أكثر أجلية حتى يشكراً للمسلمات صحيح لم تكن مقبلة وكذلك الإسلام كان يكون الأمر يكبراً انتأجشون إلى الفرق والمع المزيد كانت تنهائه لا يزاله ي prospects المترجم للقناة 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 This is the work of the friends of Satan يعني قالت العرب فاقد الشيء لا يعطيه يعني إذا لم يكن عندك الشيء لا يمكنك أن تهدي به فمن أين نأخذ هذه البركة وهذه القدرة على التأليف والجمع بين القلوب هذا من سر الولاية هذا من أسرار أولياء الله فإن من شأن أولياء الله أنهم قادرون بمحبة الله ورسوله وأصحابه وأهل بيته على أن يجمعوا بين القلوب ويؤلفوا بين المسلمين وتمثل ذلك أكبر تمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في كبار الأولياء كمثل القطب الغوث عبدالقادر الجيلاني فإن القطب الغوث عبدالقادر الجيلاني عاش في زمن لا يختلف كثيرا عن هذا الزمن الذي نحن نجد أنفسنا فيه الآن المسلمون اليوم متفرقون مختلفون في غاية الجهالة يقتل بعضهم بعضا ويعالي بعضهم بعضا ويفرقون بين صفوفهم كأنهم لا يعقلون كأنهم لا يعرفون حقيقة هذا الدين الذي هم عليه وهكذا كانوا في زمن الشيخ عبدالقادر الجيلاني فكان هذا زمن الحروب الصليبية وكان الصليبيين متمكنين من فلسطين ومن بلاد الشام ومن مناطق في مصر وكانوا على القصد أن يظلوا متمكنين من بلاد المسلمين ومن مقدسات المسلمين إلى الأبد ولكن الشيخ عبدالقادر الجيلاني هو الذي ألف بين القلوب وهو الذي رب جيل صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وهو الذي وضع في يد صلاح الدين الأيوبي لواء الجهاد حتى يحرر بلاد المسلمين وحتى يقيم هذا الدين كما كان ينبغي أن يقام موسيقى اشتركوا في القناة 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 one of the most important points that I want to make tonight is the fact that the ability to bring people together and to set human hearts at harmony is a sign of human perfection. it only comes from people who have completeness. what we call in English being big soul, magnanimous, having a huge soul. and that's why people who are defective, they cannot bring people together. they always divide people. but those people who have human perfection such as the prophets and such as the great awliya have like a shaykh Abdul Qadir al-Jilani because of that perfection that they have, they can bring people together. اذا نستأنف الحديث حيث تركناه من اهم الافكار التي اود ان اركز عليها هذا المساء ان القدرة على التأليف بين القلوب والجمع بين الناس فهو من ثمار الكمال الالهي هو من الكمال الرباني والكمال البشري الانسان الكامل هو الذي يؤلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم امكنه ان يجمع بين اصحابه من المهاجدين والانصار وان يضع الاسس للجمع بين الناس الى اليوم القيامة الى يوم القيامة بفضل كماله صلى الله عليه وسلم وكذلك نجد في كبار الاولياء ان الشيء الذي يمكنهم من ان يتحببوا الى الناس ويتوددوا اليهم ويؤلفوا بين قلوبهم هو كمالهم فكلما وجدنا الجمع بين الناس والتأليف وجدنا الكمال وكلما وجدنا التفرقة والعداوة والبغضاء وما اشبه ذلك فهو من علامات النقصان البشري وهو انحطاط عن مقامات هذا الدين الحنيف وفيما كانت مقامات ومن يتحبوا الناس والتأليف والتأليف ترجمة نانسي قنقر 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 لأن هذا المجتمع عندما نقارن بينه وبين غيره من كثير من مجتمعات المسلمين فإن فيه بعدا كبيرا من التعاون والتحابب والتفاهم كما نجد أن هناك الولوف والمندينغو والسرير والتكرور وجولة هذه القبائل المختلفة ومع ذلك فإنهم يتزاوجون ويتفاهمون ويتعاونون بل من علامة ذلك أننا هذه الليلة نستخدم هذه اللغات الكثيرة لأنه ليس في الحقيقة لغة واحدة تجمعنا وكلما وجدنا مجتمعا من مجتمعات المسلمين فيها التفرقة والبغضاء والعداوة فمهما ادعوا من أنهم على الحق فإنهم ليسوا على الحق فإن الحق دائما يأتي بالخير ودائما يأتي بالمحبة وبالتأليف فهذا معيار مهم جدا عندما نحاسب أنفسهم ونقدر مجتمعاتنا هل نحن نتعايش بالأخوة أم لا فإنهم ليسوا على الحق فإنهم يتقايش بالأخوة أم لا المترجم للقناة 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 أولياء الله تعالى في الأرض وكذلك محبة أهل البيت ردوان الله عليهم جميعا فإنه فإنها أيضا من قبيل محبة أولياء الله تعالى ومن أين لنا أن نجد هذه المحبة فإن ذلك من هذا السر الذي من شأنه أن يجعل الصحابة صحابة ومن أعظم القرون في تريخ بن آدم وهو الصحبة الصحبة هذا شيء عملي أن الإنسان من أهم يعني يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالر من أهم الأمور من خليلك من صديقك من صاحبك فالصحبة يعني وهي أصل من أصول الطريق هي كذلك السر الذي من شأنها أن ينشر في المجتمع هذه المحبة وهذا اللطف وهذا الحكمة الذي يجعلنا قادرين على أن يؤلف بعضنا بعضا من خلال المسلمين سنة المسلمين المترجم للقناة 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 بفضل الله تعالى وليس في هذا البلد بفضل الله تعالى يعني أن روح العداوة شديدة جداً والعداوة تولد العداوة وهذه العداوة تولد العداوة والتنازع يؤدي إلى التنازع وكل ذلك كما قلنا معيار يدل على أن هناك خطأاً كبيراً جداً عن السلوك وهو الابتعاد عن سر الصحبة وهي من أهم ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العداوة لا بد أن نواجهها بالمحبة وبالحكمة وباللطف وكل ذلك يأتي يعني من معرفة الأولياء والسلوك على طريقهم فنفوس المسلمين اليوم في كثير من الأحيان إلا من رحم ربه غالبة عليهم المسلم مغلوب على نفسه في نفسه ولذلك لا يقدر أن يؤلف ولا يقدر أن يأتي بخير فيدمر وهو يسعى في سبيل ما يراه نجاحاً يعني يأتي بنتيجة هي عكس ما قصد من خبر يعني أنها عندما أساعدة تقاعدنا لغازم نهاية تقاعدنا لغازم على نفسه المترجم للقناة 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 بسم الله love of the other the ability to bring peace to the other and harmony to the other this is a sign of sharakh this is a sign of nobility and of kamal and this is one of the meanings in surah Quraysh Quraysh are the most noble of human beings and the most noble of Quraysh are Ahlul Bayt and Allah said and this was a surah addressed to Quraysh before they believed لِئِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُ مِنْ خَوْفِ Allah said how great the human bonds of Quraysh the ilaf how great the alliance bonds of Quraysh are praising Quraysh praising Quraysh because the Prophet is calling them they're his people like the bonds of alliance for their annual winter and summer journeys because Quraysh would take journeys to Yemen in the winter and then journeys to Syria in the summer to trade and to make profit in order to live and to support themselves and that's really that's what the surah is about but it's not just about these journeys it's about the ability of Quraysh to do ilaf so let them worship the Lord of this house the Kaaba and no other who provided them with provision instead of hunger and gave them peace and security instead of fear of insecurity and war Surah al-Quraysh is a very beautiful surah and this is a surah that to me is remarkable because it begins with this lamb al-ta'ajjub which is like an oath and we have it in another verse which is the verse about when God says what a wonder are the poor muhajireen who left their houses in Mecca and went to Medina so in that verse also Allah is saying that there's wonderment in what these companions have done but here in this surah Allah is saying that there is wonderment in a deed that Quraysh are very good at doing and what is that deed the ability to do ilaf the ability to bring hearts together to create human bonds and Quraysh could do this when no other people could do it because of their kamal because of their kamal and their sharaf and for this reason the Arabs would only follow Quraysh they would not follow any other tribe because they recognized the kamal that was in Quraysh from the this surah this surah this surah تبدأ بلام التعجب ونجد لام التعجب التي تدل على التعجب من إنسان أو من فعل أيضا في قوله تعالى في مدح الصحابة الكرام المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم هذا لام التعجب معناه التعجب وحق أن تتعجب من أولئك الفقراء المهاجرين الذين تركوا كل شيء في سبيل الله وتركوا قبيلتهم الشريفة قريش وهاجروا إلى المدينة المنورة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة أخرى أوس وخزرج لا علاقة بينهم في الدم ولا في النسل تعجبوا من ذلك والفقراء وكل ذلك ولكن العجب في سورة قريش أن الآية الأخرى هي تمدح الصحابة لذواتهم للفقراء المهاجرين أما هذه الآية الكريمة لإلاف قريش فهي تمدح قريش لفعلهم أن قريش وإن كانوا مشركين فهم لشرفهم وكمالهم قادرون على الإلاف الإفحام التفهيم التحالف وليس غيرهم قادر على ذلك كما هم قادرون عليه فربنا عز وجل بهذه السورة مدح قريشا ولكن في نفس الوقت دلنا نحن على أن من أهم الأفعال قدرة الإنسان على الإلاف والإلاف كل مؤانسة وكل موافقة وكل تأليف موسيقى 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 in موسيقى موسيقى في秛 وجهة بالطير التساة حيث نشاهد في النساء المسيقى صحت على فكرة من دائما ترجمة نانسي قنع 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 ولكنهم سوف يغفر لهم ويرحمهم ويؤلف بين قلوبهم بعد فتح مكة أليس كذلك كل ذلك من إشارات هذه السورة الكريمة فرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما فيه هو هذا الغصف الذي هو من أعظم ما في قريش وهو القدرة على الإيلاث slammed علم The skills of theval علم The power علم Type علمcame علم علم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر the companions are خير قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي top ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشترك أنفسها عينين إبن عمر. محمد بن الحنفية هو هو ثلاث سنة إمام علي. إمام محمد بن الحنفية أمام عمر وعثمان وعلي to show all Muslims that whatever they may think or be told that he knows محمد بن الحنفية the excellence of the first four caliphs and of the sahaba and especially of Abu Bakr and of Umar and of Uthman and Ali and إمام زين العبدين who is الحسين بن علي بن الحسين Ibn Ali, إمام زين العبدين did the same thing that إمام محمد بن الحنفية had done. He named his sons Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali to show the world that these are people we love and they are also people that we are related to by blood. You know we give them our daughters to marry, they are part of our family and we love them and we hold them in high esteem. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأحاول أن أتعجل قليلا لا أريد أن أتعبكم يعني الوقت طال ولا نريد أن نطول عليكم لكن قال صلى الله عليه وسلم بعثت في خير قرون بني آدم وهذه إشارة إلى عظمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير من في هذا القرن الخير هم أصحابهم صلى الله عليه وسلم والأدلة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كثيرة جدا في الكتاب والسنة وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين أصل من أصول الدين ولكن من أحسن الأدلة على فضل الصحابة هم أهل البيت أنفسهم فهذا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم زوج بنته أم كنثوم من عمر بن الخطاب الفاروق ليدل على فضل عمر وعلى أن الإمام علي ذلك الحيدر ذلك الأسد يعترف بفضل عمر وأنه قل ما نجد في تاريخ البشر من يمشي على وجه هذه الأرض الذي هو في مثل فضل عمر بن الخطاب فزوجه أم كنثوم بنته وهي ولدت لسيدنا عمر زيد بن عمر ابنه زيد بن عمر الذي هو من ذرية الإمام عمر ومن ذرية الإمام علي وكذلك محمد بن حنفية فإنه وهو ابن الإمام علي الثالث من الحنفية فهو سم أولاده أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ليدل بذلك على فضل هؤلاء الصحابة وهؤلاء الخلفاء وكذلك الإمام زين العابدين الذي هو الحسين بن علي ابن الحسين بن علي فهو اقتدى بسيرة محمد بن الحنفية فسم أولاده أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني the Prophet said صلى الله عليه وسلم in a حسن حديث that's in the Musallat of Ibn Abi Shayda you will never cease to be in a good condition as long as there are among you those who saw me and those who kept my companionship والله by God you will never cease to be in a good state as long as you have among you those who saw those who saw me and who kept my company this is an incredible hadith this is an incredible hadith قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في حديث حسن في مصنف بن أبي شيبة قال رسول الله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وانتبهوا إلى ذلك لأنه ذكر هنا الرؤية فقط لأن منهم أولاد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى لم يصاحبوه كعمر أو كأبي بكر إنما رأوه رأوا ذلك الرجل العظيم فقال لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآه من رآني وصاحبني انتبهوا إلى هذا ليس فقط أنهم رأوه وإنما أيضا أنهم رأوا من رأوه صلى الله عليه وسلم بخاري هذا حديث يقول يأتي على الناس زمان فيرزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون لهم نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس ثم يأتي على الناس زمان فيرزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس ثم يأتي على الناس when groups of people will wage military campaigns these are the which are historical fact they will say is there among you anyone who was a companion of the messenger of God God extol him and greet him with peace and they will say to them yes thus victory shall be granted to them because of the presence of those people then another time will come over the people the Muslim people when groups of people Muslims will wage military campaigns it will be said is there among you anyone who was the companion of the companions of the messenger of God God extol him and greet him with peace and they will say yes thus victory shall be granted them then another time will come when there will be people over the people when groups of people will wage military campaigns it will be said is there among you anyone who was the companion of those who were the companions of the companions of the messenger of God God extol him and grant him peace and they will say yes thus victory shall be granted to them also so this shows the barakah this shows the incredible barakah of the sahaba and of the people who were with the sahaba and of the people who were with the people who were with the sahaba this is a great secret it's a very important thing لن أكرر الحديث لأني قرأته على العربية لكن هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري حديث عظيم والإمام البخاري يبدأ باب فضاء للصحابة بهذا الحديث ففي هذا الحديث دليل على أن الصحابة فيهم بركة وهذه البركة ملموسة وكما قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث هذا شيء مجرر في التاريخ لأن المسلمين فعلوا هذا شيء لما جاهدوا فكانوا يجعلون الصحابي معهم وربما هذا الصحابي كان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا طفلا كمثل بعض الأطفال الذين معهم معنا الليلة فلم يتعلموا منهم ولكنهم بصحبتهم وبوجودهم مع رسول الله أصبحوا أهل البركة والذين أخذوا عنهم أصبحوا أهل البركة والذين أخذوا عن الذين أخذوا عن الذين أخذوا أصبحوا ماذا أصحاب البركة فهذا كله يدل على فضل الصحابة ولكن يدل أيضا على ماذا فضل الصحبة الخير كلها في الصحبة أقول بخاري رضي الله ورحمه على حديث فقه مربع فضل الصحابة أي حديث فجريني عن تكيلة صلى الله عليه وسلم تكيلة صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 الذين يكفرون الناس ويقتلون الناس ويأتون بالفوضى ويدمرون ولا يكادون يأتون بخير فإنهم لا إجازة لهم دينهم أفحام مفاهيم دينهم قتب وكلام دينهم نفوس غالبة لكن ليس فيهم سر الصحبة وهذا السنة من أهم سنن الدين ولذلك فهم لا يأتون بخير فالإجازة هي السر في هذا الدين ونحن عندما نأخذ عن الأولياء الذين أخذوا عن الأولياء إلى القتب قتب الغوث عبدالقادر الجلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد فينا نفس البركة ونفس الانتصار ونفس الفتح بإذن الله تعالى والقدرة على التأليف الذي كان في أصحابي رسول الله وأصحابي أصحابي رسول الله وأصحابي أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوان الله عليه Now as soon as I can insha'Allah I want to say a few words about the love of Ahlul Bayt It's very important to understand as we all do understand that the love of the sahaba, the love of the companions and the love of Ahlul Bayt They go together hand in hand, they cannot be separated from each other and one of the most important Sunnahs of the Prophet صلى الله عليه وسلم is the love of Ahlul Bayt and the love of the sahaba together. The love of the Ahlul Bayt is a type of love for the companions Because the Ahlul Bayt, what is their greatness? Their greatness is not just in their blood It's not just in their marriage alliances It's in the fact that they believed in the Prophet صلى الله عليه وسلم and they were his companions Otherwise, Abu Lahab has the same blood as the Prophet صلى الله عليه وسلم and he was a beautiful man And he's from Bani Hashem But he's not of Ahlul Bayt And he's not of the sahaba and he's Mal'um He's cursed in the Quran And his wife Um Jamil Who was also of Ahlul Bayt by marriage She's not of Ahlul Bayt because she hated the Prophet and she opposed him So the greatness of Ahlul Bayt is that they are the best of the best of the companions ردوان الله عليهم جميعا يعني إن محبة أهل البيت فهو فرع من فروع محبة الصحابة ردوان الله عليهم وهذا أمر متفق عليه ومن المهم جدا أن نفهم ونؤكد وهذا شيء مفهوم لدى المسلمين أنه لا نزاع بين الاثنين فمحبة الصحابة ومحبة الأهل البيت أمراني يمشي بعضها مع بعض إلى الأبد وإن عظمة أهل البيت فهو أيضا من باب صحبتهم لرسول الله إيمانا والصحبة من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإلا فلو كان بمجرد الدم والنسب فإن أبا لهب من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ودما ولحما ومع ذلك لم يكن من أهل البيت ولعنه الله تعالى وأفرد اسمه بالذكر باللعنة في كتاب الله تعالى لخيانته وخذلانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أم جميل فإنها من أهل البيت لأنها زوجة لأبي لهب والزوجة كذلك من أهل البيت ولكنها لا تعد كذلك لأنها كفرت ولأنها عادت رسول الله صلى الله عليه وسلم Very patient people, you're listening to four lectures You're listening to four lectures, one in English, one in Arabic, one in Mandingo, one in Yoruba This is the first time in my life that I've given four lectures at once يعني أقول بارك الله فيكم أنتم من أهل الصبر والخير فإن المحاضرة ليست محاضرة واحدة وإنما هي أربع فهناك محاضرة بالإنجليزية ثم بالعربية ثم بالمندينجو ثم باليوربا فجزاكم الله كل خير على هذا الصبر وعلى هذا الجزء نحن إن شاء الله سننتهي قريبا ولكم إن شاء الله أرجو يعني أن الله يمن عليكم وعلينا بالجزاء يعني سمعنا ليس إلى محاضرة ولكن إلى أربع محاضرات معّن الله يمن عليكم وعلينا بالإنجليز إن شاء الله It's very important when we talk about Ahlulbayt also that we make it very clear that we understand correctly what is Ahlulbayt Ahlulbayt are the closest of people to the Prophet in lineage who are Bani Hashem but also of course part of Ahlul Bayt are the wives of the Prophet and when Allah عز و جل in Surah Al-Ahzab which is Surah number 33 verse number 33 he says وَآتِينَ الزَّكَاتَ وَآطَعْنَا اللَّهَ وَآقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاتَ وَآطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُذْلِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرُكُمْ تَطْهِرًا when God says in the Quran and establish the prayer and pay the zakat and obey God and obey His Messenger very God only wills that He remove from you all faults and that He make you perfectly pure this is a reference to whom? to the wives of the Prophet صلى الله عليه وسلم so the wives of the Prophet السيدة عائشة السيدة حصة أُم سَدَمَة all of the wives of the Prophet they are also of course Ahlul Bayt there is no difference of opinion about that and the Ahlul Kiswah who are Imam Ali, Imam Al-Hassan, Al-Husayn, Al-Fatima they are the core of the core but we understand from the teaching of the Quran and from the teaching of the Prophet صلى الله عليه وسلم that Ahlul Bayt always includes always also the wives of the Prophet and Allah says in the Quran وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ and the Prophet's wives are the mothers of the believers and it says that to show that it is obligatory to honor the wives of the Prophet صلى الله عليه وسلم as we would honor our own mothers and to respect them in the way that it's obligatory to expect our own mothers just as it is also forbidden that anyone could marry them after the death of the Prophet صلى الله عليه وسلم so the love of Ahlul Bayt we have to make that perfectly clear is also the love of As-Sayyida Aisha Ridwan Allahi Alayha and also the love of As-Sayyida Hafsa Ridwan Allahi Alayha and all of the wives of the Prophet and anyone who claims to love the house of the Prophet but does not love the wives of the Prophet they are not lovers of the house of the Prophet but they are those who do not love the house of the Prophet that is Yoshimiri Mishima and all of the names because of Ahlul Bayt both in what matters in the book and None and both in the courts because Ahlul Bayt and Ahlul Bayt the خلاف في ذلك إطلاقا وقال تعالى في سورة الحشر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وآطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهذا باتفاق خطاب لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن من أهل البيت ولذلك قال أيضا عز وجل وأزواجهم أمهاتهم وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والآية الكريمة تدل على وجوب تعظيم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيدة عائشة والسيدة حفصة وغيرهما وأنه واجب علينا أن نحترمهن كما نحترم أمهاتنا كما أنه أيضا كان محرما على المسلمين أن يتزوجوا من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإنهن من أمهاتهم محرما على المسلمين يتزوجوا من أمهاتهم أهل بيتي The Prophet said صلى الله عليه وسلم I will leave with you certainly definitely that which if you will hold to it you will never go astray The Book of God and and عتوتي my closest relatives أهل بيتي the house of my my house the house of my family and the house of the family is أمان الله في الأرض they are the security that God grants Muslims in the earth because of the great barakah that they have and التمسك بهم to to hold to them as we are told to do in this verse it means to love them and it means also to follow their path because it's not just enough to love them but it means also to do what they did and to imitate their actions to do the practices that they did قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنِّ تَارِكُنْ فِيكُنْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِي لَنْ تَضِلُّوا لَنْ تَضِلُوا كِتَابُ اللَّهِ وَعِتْرَةِ أَهْلُ بَيْتِ يعني وَعِتْرَةُ أَهْلِ بَيْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أخصوا قرابته من الحسينيين والحسنيين والعباسيين وغيرهم من بني هاشم وهم أمان الله تعالى في الأرض وقوله تعالى إن أخذتم به المراد بالتمسك بأهل البيت هو محبتهم فمحبتهم واجبة بالأدلة الكثيرة وهو ليس فقط أن نحبهم وأن نحترمهم ولكن هو أيضا متابعة سيرهم فإنه لا يكفي أن نحبهم ولا نعمل وإنما نحبهم ونعتز بهم ونقتدي بهم ونطبق هذا العمل فَالَّذِي هُم كَانُوا مُطبِّقِينَ لَهُ أقول كي لا صلى الله ماذا تبعي عيدة تقبلي لون ويقفل تبعي 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 أبدا إن concluding this speech I want to give two examples of the love of أهل البيت from Abu Bakr الصديق and from Imam Malik the fact that love of the house of the Prophet is obligatory is a matter of consensus among Ahl-Sunnah والجماعة and the proofs of it are very very many but we will take two examples the first one is from Sayyidina Abu Bakr and of course Abu Bakr رضي الله عنه he is Qurashi and he is Qaraba of the Prophet صلى الله عليه وسلم but Abu Bakr would say أُرْقُبُ مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ Abu Bakr would say respect Muhammad صلى الله عليه وسلم and guard his rights by honoring Ahlil Bayt by honoring the house of his Prophet Allah Allah Azza wa Jal said قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ so God says in the Quran for the Prophet He says say to the people I do not ask you for it I do not ask you for giving you the Quran for teaching the Quran I do not ask you for the fact that I delivered to you this religion of mercy any reward any payment إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ accept that you love my family accept that you love my family and Sayyidina Abu Bakr he used to interpret this verse by saying وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَقَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى وَسَلَّمْ أَحَبُّ إِلَيَّا أَنْ أَصِلْ مِنْ قَرَابَتِ so Abu Bakr used to say that by God who in whose hands is my soul it is dearer to me that I join the tie of kinship with the household of the Prophet صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ than with my own household and قال أبو بكر ردوان الله عليه اُرْكُبُوا مُحَمَّدًا في أهل بيته أي راعوه واحترموه وحافظوا على حقوقه بمحبة أهل بيته وقال عز من قائن قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عليه أجرم عليه أي على تبليغ القرآن الكريم أو على تبليغ هذه الرسالة الإسلامية قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَمْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَادِ وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يفسد هذه الآية فيقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحب إليّ الأصل من قرابتي As for Imam Malik رضي الله عنه Imam Malik's love of Ahlul Bayt is well known He was a student of Muhammad al-Baqir He was a student of Ja'far al-Sadiq He was a strong supporter of Muhammad al-Nafs al-Zakiyyah who is the son of Abdullah al-Mahd al-Hassani who is the brother of Idris al-Akbar and of Musa al-Jawn and of Ibrahim Imam Malik stood with Muhammad al-Nafs al-Zakiyyah and because of his support of Muhammad al-Nafs al-Zakiyyah al-Hassani when the Abbasids took power they punished Imam Malik and the governor of Medina who was Ja'far ibn Sulayman al-Abbasi he whipped had Imam Malik whipped and he had his arms pulled out of his sockets but Imam Malik رضي الله عنه would say by God they never took the whip off of my back but that I forgave Ja'far for what he did because of his kinship relationship with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and later when the Khalifa al-Mansoor asked Imam Malik about that he said I felt shame that I might die from the whipping that I was given and then go back to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and be myself because I had died from the beating the cause of one of his relatives going to the fire فهذا يدل على عظمتهم فالإمام Malik رضي الله عنه معروف يعني محبته لأهل البيت وكذلك الإمام أبو حنيفة وكذلك كل الأئمة من أهل السنة والجماعة فالإمام Malik أخذ عن جعفر الصادق وأخذ عن محمد الباقر وكذلك وقف مع محمد النفس الزكية ابن عبد الله المحط الحسني الذي هو أيضا أخو إدريس الأكبر وأخو إبراهيم وموسى الجون وموسى الجون هو جد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإدريس الأكبر هو جد الأدارسة وما أكثر الأدارسة الذين معنا بفضل الله تعالى فلموقف الإمام مالك من محمد النفس الزكية ضربه العباسيون لما تولوا الحكم وقال الإمام مالك والله مرتفع منها سوت عن جسم إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نغفر لنا ولي إخواننا الذين سباكونا بالإمام and those who come after them after the صحابة they say oh God forgive us and forgive our brothers who preceded us in faith that's what this deen is about it's about love and forgiveness and mercy أقول هذا يعني أريد أن أنتهي وأشكركم على حسن سماعكم كما قلت أربع محاضرات هذا جهاد كبير جدا فأنتم الصابرون وأنتم الطيبون أنتم المتأدبون أشكركم على حسن السماع وكما قلت لكم يعني أراكم مجتمعا سليما من حيث أن هذا المجتمع في جامبيا وكذلك في سنغال لكم منذ قرون عادات التألف والتأليف بين الناس على اختلاف قبائلهم وأجناسهم فهذا خير كثير وهذا يدل على التقدم وهذا يدل على الخير وهذه النعمة ليست موجودة للأسف الشديد في كثير من بلاد المسلمين اليوم وهذا شيء يمكنكم أن تقدمه للعالم وهذا شيء أنا كمسلم أمريكي أرى أنه من أعظم ما نستفيد منكم أن نتعلم هذه المحبة فنرجو الله تعالى أن يبارك فينا ونرجو الله أن يزرع في قلوبنا محبة الصحابة الكرام وأهل البيت ولا سيما نسأل الله تعالى أن يدلنا على هؤلاء الأولياء الأحياء أصحاب الإجازات والسلاسل الذين نأخذ عنهم حتى حتى نكون أيضا من أصحاب بركة هذه الصحبة العالم الذي نعيش فيه اليوم عالم إن فتح بعضه على بعض وهو في أمس حاجة إلى من يؤلف بين القلوب ويجعل الناس متعاونين ومتفاهيمين ومتعايشين بالسلم وبالخير فنسأل الله أن يمن علينا بذلك ببركات القطب الغوث عبدالقادر الجيلاني وأولياء الله كله مجمعين قال الله تعالى إن والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكونا بالإيمان فهذا موقفنا ونسأل الله أن يجعلنا من أهل المغفرة والغفران والحكمة والمحبة والوطف وأن يمن علينا بقدرة الإله والتأليف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته